بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نظريات التعلم ممكن أن نلخص فائدتها للتدريس وهو الجانب التطبيقي في ثلاث فوائد رئيسية أولا نظريات التعلم تعطيك تصورا عاما عن المتعلم ما هي طبيعة هذا المتعلم هل هو مثلا كما يقال عقله إناء فارغ تضع فيه ما تشاء هل هو لوحة بيضاء تخط فيها ما تشاء هل هو يبني المعرفة هل هو يكتسب المعرفة هل هو سلبي هل هو إيجابي كل هذا تحدده لك يعني هذه الرؤية التي تكونها عن المتعلم إنما تحددها لك في الواقع نظرية التعلم التي تختارها أو مبادئ التعلم التي تكون نظرية التعلم لديك إذن الفائدة الأولى هي أنها تساعدك في تكوين تصور عن المتعلم ما هو هذا المتعلم ما طبيعته الأمر الثاني أنها تساعدك على بناء خطوات أو خبرات التدريس فكل واحد منا يبني استراتيجيات في التدريس أو خبرات التدريس أو خطوات التدريس بناء على هذه النظريات فمثلا من يرى النظرية السلوكية سيركز على تهيئة البيئة التي تثير المتعلم سيركز على جعل المتعلم يعني متلقي أو بشكل ما سلبي بحيث ينفعل لما يتلقى من مثيرات في هذه البيئة سوف يركز على قضية التكرار سوف يحرص على إبعاد أي مثيرات غير مرغوب فيها سوف يحرص على تجنب الأخطاء بأي شكل من الأشكال الأخطاء التي يقع فيها المتعلم لأنه لا يريد فقط إلا استجابة واحدة من البيئة التي يهيئها ويعدها لإحدى التعلم أما إذا كان يتبنى مثلا نظرية التعلم المعرفية التي تركز على عمليات التفكير وتركز على البناء العقلية فمن الطبيعي جدا أن يركز على كل ما ينمي عمليات التفكير وتركز على الجانب المعرفي على المعلومات على استقبال المعلومات تخزين المعلومات كل ما يسهل هذه القضايا سيركز عليه لكن من يتبنى مثلا النظرية البنائية الاجتماعية سيركز على القضايا الاجتماعية هو يركز على دور هذه القضايا الاجتماعية ودور اللغة في تنمية التفكير وفي بناء التعلم الذي يبنيه المتعلم بخلاف ما هو في النظريتين السلوكية والمعرفية النقطة الثالثة أو الفائدة الثالثة التي يجنيها الأستاذ الجامعي من دراسة نظريات التعلم هو معرفة كيف يقوم التعلم فإذا حددت من خلال تبني نظرية تعلم معينة حددت ما هي طبيعة التعلم أو على الأقل ما هي الخصائص العامة ما هي الخطوط العريضة للتعلم أمكنك من خلال ذلك أو بعد ذلك أمكنك من تقويم التعلم بشكل جيد فمثلا من يرى أن التعلم هو حفظ سيحدد بالتالي كيف يقوم مدى تحقيق الطلاب لهذا التعلم يعني كيف حفظه لكن من يرى مثلا أن التعلم إنما هو فهم فسوف يقوم بطريقة مختلفة ولذلك من يتبنى نظرية التعلم البنائية الإجتماعية يميل إلى توسيع دائرة التقويم أو عمليات التقويم بحيث تشمل ما يسمى بالتقويم البديل وهي كل طريقة ممكن أن تزودنا بمعلومات عن مدى تعلم الطلاب ليس هناك طريقة محددة أي وسيلة أي طريقة يمكن أن تزودنا بمعلومات عن تعلم الطلاب هذه مرحب بها بناء على النظرية البنائية الإجتماعية بينما في النظريات الأخرى ربما النظرية السلوكية تركز على جانب محدد جانب السلوك الظاهر بطريقة معينة ربما تتلخص أو تتركز في الاختبارات المقننة التي توضع بناء على أحداث سلوكية محددة في النظرية المعرفية ربما يركزون على الجانب المعرفي المقصود أن النظرية التعلم التي يتبناها الأستاذ الجامعي توجهه كما في كل عمليات التدريس لكن بشكل خاص توجهه في عمليات التقوي إذن هذه ثلاث فوائد رئيسية ويمكن يضاف عليها أشياء كثيرة جدا لكن هذه ثلاث فوائد رئيسية أولا تحدد أو تساعدك على تحديد تصورك للمتعلم ثانيا تساعدك على بناء طريقة التدريس أو أساليب التدريس أو خبرات التدريس والثالث تساعدك أيضا على بناء طرق أو أساليب التقويب ترجمة نانسي قنقر